من بيروت ينضم إلينا العميد متقاعد ناجي ملاعب المحلل العسكري عندما نتحدث حول تحويل إدلب منطقة آمنة من قبل السلطات التركية أو من قبل تركيا ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن تركيا عندما ما زالت موجودة في إدلب منذ فترة طويلة واستقدمت كل من نزح من المعارضين السوريين إلى هذه المنطقة حمدت إلى استخدام العملة التركية وبالتالي اللغة التركية وبالتالي بدأت بتتريك المنطقة اليوم تستخدم تركيا معظم مقاتلي المعارضة خارج سوريا تستخدمهم في ليبيا لا أقل من 12 ألف من معارضة سورية مستخدمين من قبل تركيا في ليبيا لذلك هي تحاول أن تدرس مع الروس إمكانية أن تكون منطقة آمنة تمهيدا لتتريك هذه المنطقة وبالتالي مستفيدة من الوجود الأمريكي القوي الذي انسحب الانسحاب العسكري الأمريكي من نواحي كثيرة من العراق باتجاه مناطق سيطرة قسد وأن يضعوا اليد على هذه المنطقة وتمهيدا للاعتراف الرسمي بضمها إلى تركيا هذا ما تقصد تركيا فيه وأعتقد أن الروس لا يوافقون على ذلك وهم ألغوا الاجتماع الذي كان مقررا لسبوع الماضي وحضور وزير خارجية روسية ووزير الدفاع إلى أنقرة وقد يحضر وزير خارجية الإيراني لدراسة هذا الموضوع ألغي هذا الاجتماع وبالتالي يبدو أن تركيا تدرس إمكانية قدم هذه المنطقة تباعا عبر عرض المنطقة الآمنة سيد ناجي عندما نتحدث أيضا عن تركيا أفسدت علاقتها مع روسيا حتى في اجتماعها الأخير وبالتالي على ماذا تراهن تركيا ما هو الهدف من أنها حريصة على أن تكون إبلي منطقة آمنة رغم الكثير من المتاعب التي ستجنيها وأهمها الخلاف مع الروس الخلاف مع الروس نشأ منذ تدخل تركيا في ليبيا وهذه معركة كبيرة بين تركيا وروسيا عمليا لا الاتحاد الأوروبي ولا فرنسا ولا إيطاليا يرغبون في هذه المعركة ولا الروس من يرغب في هذه المعركة هو الغطاء الأمريكي الذي أمنى لتركيا في هذه المنطقة وتلعب تركيا ضمن هذا الهامش الأمريكي وجود أمريكي قوي على الحدود بين التركيا وسوريا يحاولون أن يستغلوا هذا الوجود القوي وهذا الورقة الجديدة في المنطقة نحن قادمين في المنطقة على صفقة القرن قادمين على تغييرات ديموغرافية قادمين على منطقة إسرائيل تحاول ضم الضفة الغربية لست أدري إذا ما كان هناك تغيير جغرافي في المنطقة وتركيا تحلم عبر تتريك هذه المنطقة عبر تتريك إدلب أن تكون مثل اسكندرون أن تعود لضمها يعني مستفيرة من الضغط الأمريكي والضغط الأخضر الأمريكي صعوبات هو قرار روسي واضح ولكن حتى روسيا قرارها بعد العقوبات الأمريكية بقانون الذي يبدأ حاليا تنفيذه هذا القانون يمنع الروس وأي أحد آخر من دعم الحكومة السورية الحالية ما لم يتم تسوية سياسية بحكومة جديدة وبتسوية جديدة في سوريا لذلك قانون قيصر مربك للروس ومربك حتى للجيش العربي السوري أن يتابع في تحرير إدلب وكذلك للدعم الإيراني لذلك الجميع محرج في هذه المنطقة وتركيا تعتقد أنها سوف يطلق يدها في هذه المنطقة إذا ما عرضت أن تكون منطقة آمنة ترتاح فيها تمهيدا لتتريكيا شكرا جزيلا لك العميدة المتقاعد ناجي ملاحب المحلل العسكري كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك